الأبراج اللي حظها قليل في الحب الجوزاء من الأبراج اللي حظها قليل الميزان هوائيتهم بتخليهم غير مستقرين واختياراتهم ما بتكونش صحة قوي وإقاع الجوزاء تحديداً هو بيخرج من علاقة فتفشل فما يحبش يستسلم لها فيقوم يرفض هدومه فيحاول ينساها يدخل في علاقة تانية بتخلي علاقاته كتير تجاربه كتير اللي بيتخلها الميزان على قد عشقه للاستقرار ودايماً في كل علاقة بيدخلها عايز استقرار عايز أمان عايز أن أنا أحقق الحاجات دي إلا أن برضو مش مستقرين الأبراج الهوائية دايماً بتكون غير مستقرة برضو لدلو مش مستقر قوي بتلاقي الأبراج دي بتدخل يعني دايماً بتلاقي المطلقين أو المنفصلين أو الخطوبة وتفسخت فدخلنا في واحدة تانية أو علاقات بازت ودخلنا في واحدة تانية بتلاقيهم جوزاء بتلاقيهم ميزان بتلاقيهم دلو بدلو أماص ولما بيجي تصالح بتلاقيه صلحه وصعب ليه لأنه عايز يضمن أنه هو لما بيجي نرجع للعلاقة تاني ما نكراش ونعد تبقى الحياة بقى مرجحة نعود نقرب ونبعد نمعرب ونبعد فبياخد وقت في الصلح وزعله وصعب التور عنا دي برضو صلحه وصعب العقرب العقرب ما تدخليش معاه في عدوة ما تدخليش معاه في خلاف لأن العقرب لو عادتي أو زعلتي حيبقى يظهر له جانب تاني عدواني اللي هما العشرية الثالثة وولادة غيرا فالجزء العدواني مش عايزيننا صحي لو زعلتي لكن بنتعامل بما يردل لو الدنيا حلوة وهو مخلص وهو معطاقه وهو بيدي حاجات حلوة قدرتي حيبقى كويس جدا معاك فهو برضو يعتبر من الناس اللي زعلها وحش وما تخليش معاه في عربول أسد كمك أب راجع عينها زيغة القوس ثم القوس راجل القوس طبعا يعني راجل عيني زيغة لأن الستات يعني ستات غلابة راجل عيني زيغة القوس ثم القوس عندك وقت القوس ثم القوس على ذلك الراجل القوس يا جماعة عينه يعني بيحب الأنسة يحب التعدد العلاقات يحب الستات راجل القوس راجل العقرب راجل الميزان راجل الميزان محب للمرأة لأن كوكبه الحاكم فينوس هو محب للجمال فأي ستة جميلة اللي حبها خلينا نقولهم بقى بالترتيب راجل القوس عيني زيغة راجل العقرب راجل الميزان راجل الأسد أي الأسد أي ته مربوطة يحبها